الرياضي الأسبوعي من خلال برنامج استاد الله كاب وكالعادة برنامج استاد الله كاب وفريق عمل برنامج استاد الله كاب يطلع لكم كل يوم أحد بداية من الساعة الرابعة إلى حدود الساعة السابعة مساء في متابعة لآخر وأهم الأخبار الرياضية كالعادة من أمام الميكرو ومعكم محمد اللادريدي أيضا يرفقني في الإخراج علي المديني أيضا زمانتنا في قسم الأخبار مالك وأيضا يرفقني اليوم في برنامج استاد الله كاب الوجه اللي تعاوتوا عليه. ووجه القانوني اللي تعاوتوا عليه في برنامج استاذ الكابل استاذ على الدين ميلاد. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك محمد. وما راضيه فرحانين اللي ما قعدناش باشا 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 عنا بحديك. وجبنيك كيفاشي. سقيقك على مرسك. على مرس والعين. مرحبا بك استاذ على الدين ميلاد. اكيد اه في البداية نحب نحكي على قائمة المنتخب الوطني التونسي اللي مش ندخل في تاربوس بمدينة المونستير استعدادا لكأس افريقيا القادمة بمصر. هات نعطيه القائمة في البداية في حراسة المرمى اسيل النملي. مهدي الحربوي ياسين بالقايد ويوسف زيان. جناح ايمن عيسى مرزيق تارقة جلوز. جناح ايسر غسانة تومي وسامر الرميكي. ظهير ايسر مصباحة للصانعي. يوسف معرف عزيز العادي رامي الافقيه. ظهير ايمن وسامر حصني. وياسين بن سالم وائل الشتي. انور بن عبدالله. منسق لعب عبدالحق بن صالح. بلال العبيدي. لا عبدالله. مروان شويرف. عزيز بن حمودة. واسلام الجبالي. ايضا نفكر انه عزيز العادي ورامي الافقيه سيلتحقان بتربس المنتخب الواطني التونسي. فور نهاية التزاماتهم في رقم المنتخب الواطني التونسي. مش يدخل في تربس اول بمدينة المونستير. تربس اول كما قلت. تربس ثاني ايضا بنفس مدينة المونستير يوم الثلاثاء من سعطاش ديسمبر الى يوم الاحدة 24 ديسمبر. فزوز مباريات ودية ضد منتخب ال اكابر باء. هذا قبل التحول لفرنسا وزوز مباريات ودية. الاولى ضد فرنسا مش تكون يوم اربعة جنفي. الثانية مش تكون ضد البحرين يوم ستة جنفي. ثم العودة الى تونس تربس اخير بمدينة الحمامات. يوم عشرة جنفي. دخول في تربس اخير بالمدينة. مدينة لايق نحو القاهرة. واول مباراة للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد. مش تكون يوم سبعة جنفي على الساعة. اه نصف النهار بتوقيت تونس امام منتخب اه كينيا. يظهر لي اه ماتر الظروف اللي عادتها الجامعة التونسية لكرة اليد. ظروف ملعمة. تربس اول بمدينة بمدينة المونستير. فيها زوز مباراة ودية ضد منتخب الاكابر. تربس ثاني بفرنسا. في مباراة مش تكون من الحجم الكبير امام منتخب فرنسا. مباراة ثانية ايضا امام غينيا. ثم العودة الى تونس مدينة الحمامات. ومزوز مباراة ودية ايضا مباراة مش تكون ضد الجزائر ومباراة ضد غينيا. وهو كذلك هو بشكل عام منذ انتخاب المكتب الجامعي الحالي. سيد كريم الهلالي. نلاحظوا اللي كرت اليد تونسية اجمالا في الطريق الصحيح. هو كما تعرف موش مبكري منتخب الاصاغر فيز بالبطولة العربية. هناك عدة معنا مسابقات اقليمية وقارية احتضنتها تونس وفيزت بها في رق تونسية كما الترجل تونسي عمناول في في الحمامات. وبالتالي بشكل عام نحنا ماشيين في الطريق الصحيح. وذي يحسب لي المكتب الجامعي الحالي كفريق عمل برمتي هي. سيد ما قادم تكشف تقديم اخر استاذ. انك تمثل الجامعة التونسية لكورتلياد. نوعا ما. وان. طانفتي محامي بعد شوية في قضية احمد جمل. وبسيفتي كتب عام الرابطة الوطنية لكورتلياد الشاطئية. مش نجيو الكورتلياد الشاطئية مش نجيو الكورتلياد الشاطئية مش نجيو برنامج كان برنامج دسم ومتنوع. ان شاء الله فريقنا الوطني اشرفنا خاصة كما تعرف محمد اللي الكأس الافريقية دي هي مؤهلة اه اللي بش يفوز بها بش يكون متأهل آلية للالعاب الاولمبية في باريس الفين واربا وعشرين للمنتخب التونسي في كورتلياد منذ سنوات منذ دواية اولمبية عديدة. ما تمكنش من الترشح اه اليها. وخاصة كما نعرف وما نكتبوش على بعضنا صحيح اه كورتلياد حسب تقديمي في الاتجاه صحيح لكن المنتخب المصري اطار اللي هو في بلاده لا يزال قوي جدا جدا جدا. فما تشبيب على مستوى المنتخب الوطني لتونسي قاعد نشوفه في وجوه جديدة تدخل لقائمة المنتخب الوطني لتونسي لكورة اليد لكن فما اه اه اعجبني برش انا لما نحكيو عن المنتخب المصري ولا استراع على دائم ما بين المنتخب الوطني التونسي والمنخب المصري في كورة تلياد تقريبا وليت حاجة عادية جدا. نهائي العادة. نهائي تونسي اه مصري لكن ذهل المنتخب المصري منتخب عتيدة. بالطبع. هو منذ رزوزكو اوصف القيم التالية هو اللي قاعد على الاقل قاعد يفوز هو باللقب بمشاء المرة الاخرى هو للالعاب الاولمبية ان شاء الله هو المنتخب التونسي يكون اه في الفورما بدنيا وذهنيا ورياضيا باش يشرف تونس وعليش لا نجمو نقتلعو اقتلعو الأولمبية. واضح هذا موفق للمنتخب الوطني التونسي نعود ان فكر تربس اول مش يكون بمدينة المونستير زوز مباريات ودية ضد منتخب الاكيبر باء ايضا اه التحول الى فرنسا لمواجهة منتخب فرنسا في مدينة نونت الفرنسية اقبل العودة للمدينة الحمامية زوز مباريات ودية واحدة ضد غينيا واحدة ضد الجزائر يوم خمستاش جانفي الانتلاق نحو القاهرة واول مباراة ودية المنتخب الوطني اول مباراة رسمية عفوا للمنتخب الوطني التونسي في كأس امم افريقيا مشكون يوم سبعتاش جانفي ضد منتخب كينيا بنص نهار بتوقيت تونس حظ موافق للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد من كرة اليد داخل القاعات نمشي الكرة اليد الشاطئية وفي نفس السياق لما نحكي على كرة اليد الشاطئية وظهر لي ممثل عن الرابطة لكرة اليد الشاطئية ونجم نحكي على اهم التحذيرات للبطولة الوطنية هو مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية اللي انا نشغل خطط كتبه العام تم تركيزه منذ جواء الفين واثين وعشرين نظمنا في اقل من شهر بطولة كرة اليد الشاطئية في الفين واثين 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 ثم كذلك نظمنا السنة الفارطة بطولة 2023. السنة هذه بتنسيق وبدعم من المكتب الجامعي. خير مكتب الرابطة مؤخراً في اجتماعه. اللي اشرف عليه شخصياً رئيس الجامعة التونسية الكوتليات كامل هلالي ونقبته السيدة ليلى زرع. أنه نسعاره أنه البطولة السنة ما تكونش على أربع وخمسة أسابيع تكون مطولة. وبالتالي لنصينا منذ أيام قليلة على الصفحة الرسمية للرابطة. ده بلاغ ندعو فيه الجامعيات أنها الراغبة أنها تصب مطالب انخياراتها والوثائق المصاحبة لها. على أساس أنه إن شاء الله مباشرةً بعد نهاية شهر رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك نبدأ بدايةً من شهر ماي إلى حدود منتصف أوت لأنه بطولة الهونتسال تبدأ آخر أوت. نعملوا بطولة ياد شاطئية إن شاء الله سنة تكون بالليسانس تكون أكثر سبونسور تكون أكثر ملعبية تكون أكثر إكيبات في كورة اليد كسسواء شاطئية كسواء للنساء وإلا للشباء وإلا للرجال أذية من ناحية أذية عملناها في الفين وثين وعشرين كذلك دخلنا في الفين وثلاثة وعشرين ومش نعاودوا نفس المسألة لأنها حاجة إيجابية الشباب اللي هم الأصاغر واليد الفين وثمانية الفين وثلاثة في الرجال وفي السيدات على أساس أنها تكون البطولة الوطنية تشمل كل الأصناف وكل الأجنس واضح متر قبل أن نختمه هذا الجزء أكيد ما نجموش نمر مرور الكرام دون الحديث عن قضية الأحمد الجمل والجامعة التونسية لكورة اليد كانت تعطينا أكثر التفاصيل حول القضية هذه هو القضية هذه تجاه عنها انتهيت قضائيا وكل سبل التعن والتقاضي قضيت لأنه فأبتالي أصبح قرار المكتب الجامعي المتخص في أبو عشرين أكتوبر بأجمع أعضائه دون تحفظة واعتبار بإسقاط عضوية سيدة أحمد جمل نهائيا لغيابته المتكرى عن أنشطة الجامعة وعن اجتماعات ما كتبها الجامعية أصبح قرار بيت واتصل به القضاء ودخل حيث النفاذ هو فقط من زدوش ناخد بابشة وقت في الموضوع هذي لأنه الكناس دي جاء خذيت بدفوعاتنا نحن كطرف متعون ضد وقضات بأجمع أعضائها بعدم الاختصاص الحكمي لكن اللي يهمني أكثر أني نوضحه هو مسألة الأصل لأنه في مبارشة تأويلات قالت أنه الكناس ما دخلتش في الأصل أو أنه إذا كانت تقدارك بعدم الاختصاص معناها مش مؤكد أنك تكون أنت مظنب من حيث أصل للنزاع لهنا جزء نحب نوضحه إلي إحنا جلسة المرافعة تمت بيننا نحن كنائبين تشرفنا بنيابة الجامعة التوصية اللي كانت ليد وبينا الممثل الطاعن أكثر من ثلاث ساعات تم الترافع في الشكل وفي الأصل وأحنا كجامعة جاؤبنا على كل النقاط المثارع كسواء حول الدعوة كسواء حول محظر الجلسة كسواء حول أثار الفصل الفصل 56 وعاينة المحكمة الرياضية ما قدمناه أنه الطاعن أحمد جمال تغيب في أثناء شنجتماع من جملة 16 في المكتب الجامعي لتنعال تغيبه عن كل أنشطة الجامعة كسواء معناها الودية أو الرسمية رغم أنها جي في آخر أسبوع نهاي كأس نهاي بطولة وطنية نهايات البطولات الإقليمية والقارية اللي نظمتها تونس في السنتين الإخيرتين سيدة داية من 6 جوليه 2022 إلى حدود أكتوبر متغيب تم موصل المكتب الجامعي طبق الفصل 56 إلا بعد ما عمل لجنة فوضها من ثلاثة أعضاء جامعين إنها تسمعوا في آخر شهر قوت حاولوا مساعي ودية من أعضاء المكتب الجامعي إنه يثميوها على تغيبه المستمر والغير مبرر هو دي ما يقول لنا عندي التزامات المهنية فقط التزامات المهنية ما هيش عضر الشرعي؟ عضر الشرعي هو حاجات طارقة ومعنتها من تجمش تتفحها كما مرض كما عجز تم إثنائه مع الأسف تعنتها ولكن الأدهى والأمر أنت كمعنتها مسؤول رياضي كنت في المكتب الجامعي السابق وتم توجيه الدعوة لك بعد عشرة غيابات متالية فخيارة الاستقالة اليوم في المكتب الجامعي الحالي تصر أنك تكون نائب رئيس المفروض أنك تعرف التزاماتك المهنية كإطار السامي في وزارة السياحة تعرف وضع الجامعة الرياضي والمالي تحاول توفق بناتهم ما عندكش الحق حسب الفصل الخمسة وثلاثين من أنك تستفيد من رابط لأنه كان الأعضاء وبصفة استثنائية الأصل هو الحضور الميداني أنك تستفيد من رابط الحضور عن بعد في الاجتماعات الجامعة تونسية الكورة ليد مرفق عام رئيس الجامعة عندما خير أن يجتمع بالمكتب الجامعي مرة في الشهر موينة مرة في الشهر في الاجتماعات الدورية في الوقت الإداري لأن الجامعة مرفق عام بصريح الفصل التاسع وأنه عنا ثمانية أعضاء من جملة أثناش في المكتب الجامعي يقتنوا خارج القرون تونيس كان المفروض للسحمة الجمال أنه يضحي شوية في سبيل المجموعة الله غالب خير ذلك ربي وجهه خير في مسيرة المهنية نحن بالنسبة لنا طبقنا القانون بعد أكثر من شهرين من الانتظار ومن انتظار بعد مرسلة الوزارة في أوتة اللي قالتنا طبق القانون بعد تفويض اللجنة الثلاثية في نفس التاريخ تقريبا لسامعه تم تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام هذه اللجنة قبل يوم من اجتماع المكتب الجامعي تذرع بنفس الأسباب لم يبدأ استعدادا لأن يواصل العمل وأن يتجاوز مرحلة الغيابات مارس حقه في الطعن أمام الكناس الكناس قالت كلمتها والآن نرجعه هو ربي وفقه في مسيرته وإحنا كجامعة عنا التزامات كما تحكي أنت هذه وغيرها وربي وفق الكورتليات التنسية قالت كلمتها وأكيد ديما في علاقة بالموضوع اللي كنت تحكي فيه حق الرد رو مكفول للعبد لكل معنى لكل الأطراف والكل الجهات في برنامج أستاذ الله كاب أكيد أستاذ عالدين ميلياد مازلنا مواصلين معاك في برنامج أستاذ الله كاب اليوم مش تنورنا أكيد في البرنامج أيضا شوي آخر مش يتحق بينا ضيف عزيز علينا برشة في البرنامج لطفي زيديا مش يكون حاضر معنا مش نحكيه على النادي الأفريقي الوضعية حالية للنادي الأفريقي خاصة نحكيه على الشكاية الأخيرة التي تقدمت بها هيئة النادي الأفريقي ضد حكم المساعد لمباراة الكلاسيكو أيمن إسماعيل وش نحكيه بعض الأرقام أيضا تخصها للتراجل هذه للتونسي وأهم الغيابات بالنسبة للتراجل والنجمة الساحلة قبل زوز مباريات مباراة بيترو أتلتيكو اللي مش تجمع مع التراجل مباراة الهلال السوداني مع النجم الساحلي كل هذا واكثر مش تلقاه معنا في برنامج أستاذ الله كاب فنخلكم رستي برانشي على راديو كابا فيم فاصل ونتواصل